حكاية أخرى هتكلم فيها باختصار شديد جداً وهروح لأخبار سريعاً عشان ضيف العزيز النهاردة ضيف مهم جداً هو الدكتور أحمد أبو لوفا الاستشاري النفسي للنادي الأهلي كان موجود مع الفريق خلال الفترة الماضية وعمل معهم شغل محترم جداً جداً هنتكلم في كثير من الأمور والتفاصيل بس أقولك حاجة مهمة فيما يخص الأولمبيات وما حدث في الأولمبيات بما أنه النهاردة كان ختام الأولمبيات أولمبيات باريس 2024 وباختصار شديد ومش هطول خالص ونتكلم الأيام اللي جاية بشكل تفاصيل في نقطة مهمة جداً وببساطة شديد مين قال لحضرتك سين أو صاد إن احنا مش كلنا عايزين نفرح بلعبتنا وأبطالنا إن احنا بنحاول نأذيهم أو نخليهم في وضع حرج أو إن احنا مثلاً كنا لقدر الله شمتانين في بعثتنا المصرية في الأولمبيات في بعض الناس بتحاول ترسم الصورة دي دلوقتي علشان تقول إحنا ما غلطناش إحنا ما عملناش حقاً غلط هو بس سوق التوفيق يا عم وأنت هتعترض سوق التوفيق والحظ بص تعال نتكلم بهدوء وبهدوء شديد خلينا نقول إن إحنا أكتر من 100 مليون مصري بنحب بلدنا نقول نسبة ضئيلة جداً جداً ما بتحبش الخير لبلدنا ضئيلة نسبة ضئيلة مش مهم يعني ما اللي هي تعنينا في شيء بس كلنا بنحب بلدنا بنحب أبطالنا بنحب سورة بلدنا تبقى في أعلى وأعلى 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 الأماكن نحب نشوف عالم بلدنا طول الوقت مرفوع فكلنا شورة كفده حضرتك اللي أنا هنتقدك وحضرتك اللي هتنتقدني كلنا عندنا نفس الهدف هو بلدنا خلاص الأول حطينا إيه قاعدة ثابتة هي بعد كده نتكلم مع بعض بهدوء ما ننميش على بعض الاتهامات يعني أنا لما أجي أقولك إحنا كنا مستنيين ميداليات أكتر من التلاتة فتطلع إنت ترد علي تقولي والله إحنا معرفناش نجيب أكتر من تلاتة عشان واحد اتنين تلاتة اربعة ليهم علاقة بالتوفيق والحظ ولهم علاقة بأماكن الإقامة مثلاً ليهم علاقة أسباب منطقية هسقفلك وأقولك آه موجودة بس ما فيش مانع خالص بما أننا كلنا عايزين مصلحة بلدنا نقول والله بس إحنا كان في حاجة المفروض نعملها وما تعملتش بشكل كويس إحنا والله أثرنا عندونا قصد مثلاً في الجزئية دي والله إحنا الفترة اللي جاية دي هنشتغل على أخطاءنا اللي فاتت اللي هي موجودة وهنحسن عشان في الأولمبيات اللي جاية نضمن ميداليات أكتر نتكلم مع بعض بالطرية دي وبحسن نية وبصدق أنا صدقك وأنت كمان تصدقني وأنا بنتقدك ما تقلقش مني وأنا ما قلقش منك وتبقى العملية كلها طول الوقت بنتخاني وطول الوقت بنمسك لبعض الأخطاء ونقول أنت ما بتعرفش وأنت مؤذي وأنت عملت ببلدك وأنت ما بتحبش بلدك وأنت لا أنت اللي ما بتحب بقاش أكتر فيش الكلام ده نقعد يا جماعة نتكلم مع بعض بهدوق وأنه نقول الحقائق بشكل واضح أيوة ببساطة شديدة بتصريحات المسؤولين ومنهم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن احنا هناخد أكتر من ست ميداليات لتصريحات مسجلة صوت وصورة طيب أنا لما خدت منك الكلام ده واتخدته إيه إذا كانت تواصق أنا مش مستني بقى الحظ فأنا قلت إيه خلاص هناخد أكتر من ست ميداليات طيب هتيجي تقول لي يا حبيب أهو الرياضة ما فيهاش كده ما فيهاش حاجة مضمونة صح؟ أنا رأيي كده برضو بس ليه؟ إنت قلت إن إحنا هناخد أكتر من ستة أو سبع ميداليات والخطأ هنا مش عندي أنا مشيت وراك وبعد ما مشيت وراك غريقت ما لقيتش الكلام ده موجود ممكن كنت تقول لي والله إحنا التجهيزات بتاعتنا ما تدناش أكتر من ميداليتين أو ثلاثة فلما حراجت أخد ميداليتين أو ثلاثة أقول والله الراجل كان عنده حق ونقعد نتكلم على طب إحنا ليه ناخد اتنين أو ثلاثة بس ما إحنا مفهود ناخد أكتر وإحنا عندنا باعة ساكبيرة طب وليه دول مثلا ممكن ما تبقاش كبيرة زي بلدنا فأخدت ميداليات أكتر طب ليه؟ ونقعد نتكلم ونسأل ونشوف التفاصيل هل إحنا مثلا محتاجين ما يبقاش عندنا ألعاب كتير بتشارك في الأولمبيات ولا لا؟ ليه لا؟ يبقى عندنا أبطال كتير يبقى اسمهم أبطال أولمبيين موجودين في الأولمبيات حتى لو ماخدوش مديلات دي حاجة مفيدة ولا لا؟ هل إحنا عندنا التجهيزات الرياضية في البنية التحتية كلها مؤهلة لكل الألعاب ديت إن هم تجاهز اللعبين ولا لا؟ هل إحنا أسرنا بدون قصد شوف أهو بدون قصد إنه مثلا كنا محتاجين النصر فأكتر أصلا برضو عشان أبقى أمين معاكو يعني أنا مش عاجبني الوضع كله بس مش مع الناس قوي اللي بتتكلم على المصاريف اللي تصرفت مش مع الناس دي قوي ليه؟ أنا شايفي نحن مفقول نصرف كمان أكتر واكتر الرياضة تستاهي إنه حننصرف عليها أكتر من كده والرياضة على فكرة مش فكرة إنه بس ناخد ميداليات يا سلام لو الشعب كله بيلعب رياضة يا سلام لو الشعب كله بنصرف على الرياضة والناس تتعلم رياضة وتلعب رياضة دي حقا كويس مش حقا وحش لها أهدف كثيرة أصلا أكبر كمان من فاكتر مجرد إنه حنناخد ميداليا وإن كان ميداليا دي حاجة كبيرة وعظيمة جدا وفيش أسمى من كده إنه حنن يبقى عندنا عالمنا مرفوعة طويلوقت بس نصرف تاني نصرف فقط ماشي بس نقول للناس بوضوح إحنا منصرف بالرقم الكبير ده عشان نخش على الأقل نقول إحنا داخلين ننافس على ميداليا إحنا هناخد ميداليا تبقى الحكاية إيه؟ التوفيق يلعب معنا في أي جزئية بقى إن إحنا كنا مفقود ناخد دهب بس جات فضة كنا مفقود ناخد فضة فجات برونزاية زي بالضبط ما حصل مع صارة سمية إحنا إن شاء الله هناخد معاها دهب مجاتش الدهب جات الفضة ده توفيق دي رياضة إحنا مش منلاعب نفسنا إحنا منلاعب برضو أبطال تانيين فتمام تعدي بس لما لقي نفسي بقت في المركز الأخير في كثير من الألعاب أخير قبل أخير ده مش توفيق ده تخطيط ما كانش جيد بنسبة مية في المية لو سمحتوا مع شوية هدوء وإحنا بنتعامل مع بعض أنا هنا بخاطب نفسي وبخاطب حضرتك كمسؤول عن الرياضة وبخاطب بالناس اللي موجودة على السوشيال ميديا اللي هم الجميع المصرية الغيورة برضو على بلدهم وعلى أبطالهم بنخاطب بعض نتكلم مع بعض بهدوء مرة إحنا بنتشفق طول الوقت في بعض للأسف يعني وبنمسك في بعض طول الوقت مسكين في رياضة بعض يحكي